أجرى الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين السيد محمد حنين مباحثات مع نائب رئيس المجلس الاستشاري بجمهورية اندونيسيا الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد هام من أعضاء المجلس بالرباط من أجل تقديم الدعم لمقترح اندونيسي بتأسيس هيئة برلمانية لمجالس الشورى والمجالس المماثلة الإسلامية طرحنا الفكرة وأبدأنا استدادة اندونيسيا للتحقيق الفكرة حيث الوجود ونحن خططنا على أن يكون إعلان لهذا المنتدى سيكون في سهر أكتوبر في عام 2020 في مدينة باندون حيث هو المؤتمر الآسيوي الأفريكوي وحيث رئيسة اندونيسيا لمجموعة الاشرين الزيارة تندرج في مصاري التبادل المثمر والحوار البناء الجاري مع مجلس المستشارين منذ شهر دجمبر 2019 حول المقترح الاندونيسي الذي يسعى إلى تعزيز العمل البرلماني الإسلامي المشترك نظرا للعلاقات الجيدة القائمة بين المغرب واندونيسيا بما فيها التعاون المستمر بين برلماني البلدين الشقيقين وتشكل هذه المبادرة الاندونيسية فرصة مهمة لإحداث تاكثل برلماني يمكن أن يكون قيمة مضافة لمنظومة العمل البرلماني الإسلامي المشترك ترقينا من الوفد الاندونيسي مقترح بإحداث رابطة لمجالس الشيوخ والشورى في العالم الإسلامي وكان هذا المقترح موضوع نقاش بينا فيه ترحيبنا بهذه الفكرة وبهذه المناسبة استطاع البلدان تجديد علاقتهما على جميع المستويات وأيضا استثمار ما يجمعهما من قيم مشتركة وروابط قوية تتعزز باستمرار بفضل العناية السامية لجلالة الملك محمد السادس رئيس الجمهورية الاندونيسية